اشتركوا في القناة اليوم وصلتني رسائل كثيرة فيما يخص الوضع في الجزائر يجب أن نؤكد على أمرهم إخواني الكرام أن الوضع في الجزائر ليس على ما يرام كنا في مرحلة صعبة مرحلة عشناها في 2019 كانت مرحلة صعبة كانت الجزائر على حفة الهاوية كانت الجزائر تتجه إلى هاوية حقيقية هذه مؤكدة جاءت الانتخابات ساندنا هذا المسار بناء على توجهات معينة ونقول هالكم كثير يقول لي لماذا ساندت المسار لأنه كانت عندي الرؤية الكاملة للمسار كيف يسير كان المسار يسير وفق رؤية لكن الذي حدث بعد ذلك حدثت ردة حقيقية أنا ما زلت نؤمن بهذا المسار وما زلت نتمنى يستمر هذا المسار ولكن إذا أعرف أنا ندافع على ما أمنت به أنا ما أعطيت للسلطة سك على بيار أنت لما تجي تجي تستلم السلطة يجب أن يكون عندك برنامج مشكلة الرئيس تبون أنه جاء ما عندهش برنامج وهذه حقيقة لو تتبعنا الحملة الانتخابية لخلاجات اللي دارها ما كانش برنامج كلها عبارة عن شعارات الإنسان اللي يجي للدولة يحكم دولة مثل الجزائر يجب يكون عنده برنامج ويكون عنده رجال أول شي عندما تضع نفسك وتستلم السلطة تضع الرجال انت أعكي اللي تتثق فيهم ما تجيبش كل من هبة ودب الحكومة رقتها مننا رقتها مننا رقتها مننا لا أنا واحد من الناس والله عافينا من هذه السلطة لو كنت في مكان تبون نجيب خير الأشخاص اللي يقفوا معايا الأشخاص اللي يؤمنوا بالقضية التالية ما نجيبش أشخاص ينتموا إلى طيارات أخرى حتى أرضي هذه الطيارات لا أبدا أنا عملت حملة انتخابية عندي مشروع سياسي معين وصلت للحكم نجيب الرجال اللي معايا ننفذ برنامجي بحدة فيهم أنتو ما حابين تسقطوني في انتخابات أخرى ما رحبا بي إذن المشكلة هنا ما كانش برنامج وبعدها شوفوا الشر ما حظه سيء ربما هو بدها من هنا أدى القسم من نهار 19-23 ما تتبدو عفوا مات الجيد صراحة جات كورونا قالوا عب أنه سينعش الاقتصاد ووضع الاجتماعي جبلة كورونا هد العالم وزعز على الاقتصاد الجزائر ماذا بعد؟ أكشفته ما صلى صلاة عيد ما صلى جمه ما سافر سافر مرة وحدة لألمانيا وأخرى للسعودي بعدها تغلقت لهم يعني الوضع معقد الوضع معقد ليس هذا أيضا الأشخاص اللي جابهم حطهم في رئاسة الجمهورية كمستشارين والله غير المتردية والنطيحة الناس اللي جابهم في الحكومة الحكومة هذه بالذات أنا عندي شخص أعرفه شخصيا كان كان نجلس قدام تلفزيون ينتظر باش يعلن عن الحكومة اسمه فيه تفاجأ ما كانش اسمه اتصال قبل ساعتين من إعلان الحكومة اتصلوا به قالوا له ركوزير واتصلوا به قبل قبل بيومين وثلاث يام وتفوضوا معاه وكذا وكذا وتفقوا معاه جابس في داره يتفرج باش يعلن عنه يعلى أساسي راح يعلن في الليل وخدوا جه السيارة وجه البروتوكول وجه لكارتكول ويده للوزارة يلقى اسمه ما كانش نحى في أخر دقيقة القائمة تبدلت في أخر دقيقة من ذلك الوقت بتلعب المشكلة الأساسية أن لو بالعصابة عاد بيقول ما تقولوا ليش كذا بعض الناس يجي مباشرة نحن بدين ننتقلوا في المسار أوه أنتم أخوانا واحد يقول لي أنت خائن وعمل وعمل لفرنسا أنا فرنسا فرنسا أنا مقيم فيها ولكن فرنسا أنا دخلت الوزارة أنت حالي الجزائر أنا اللي أشدت بماكرون وعطيت أنا كلام الفارع أوه عامل للمخزة المشكلة أنه وصلنا لمرحلة أنه كل من ينتقد يوزعوا له العمال لأن الأنظمة الفاسدة اللي ما عندهاش برنامج لتطوير البلاد وش يديروا يوزعوا هذه التهم أول حاجة يعيش شعب في ظاهرة المؤامرة يعيشوا دائم أنه يكونوا تتأمر عليك وكذا 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 وأي واحد ينتقد النظام آه هذا راهو عامل للنظام وكذا شايفين سوريا بصر الأسد نهار اللي خلص شعب مؤامرة كونية دمر سوريا وهو ما زال يقنع في النسبة لمؤامرة يا أخوتي إذا كان فيها مؤامرة حقيقية ربما كانت حقيقية هذه المؤامرة اللي تحدث عليها ما دارت في سوريا وش دار بصر الأسد نفس الحكاية لأنه الناس اللي يعتقدوا أن واحد جزائري عايش في فرنسا ولا عايش في أمريكا آه جزائري الدول كلها تعتمد على هذه إذا كان الدول الغربية يجوها مواطنين من أصل مهاجرة يولوا وزراء في كندا واحد من 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 صومة مهاجر لاجئ سياسي بدهب لاجئ سياسي صبح وزير وكثير وكثير في فرنسا وصار ووزراء ساركوزي من أسرة مهاجرة أسرة رئيس الجمهوري وغير وغير نحن يجو من دول أجنبية يلقوا كل مكاناتهم في الغرب نحن كجزائريين جو نتحدثوا بالخارج أهل يتحدثوا بالخارج عامي يا أخوتي على الجهي تتبع فيي خليني نتحدث على روح واجدخلك فيي انت واصي عليه وهو تلقاه يغرق في المستنقعات الرقبته بلاد رايحة للهاوية نذكر هنا في هذا الصياغ أنه كنا نتحدثوا على عهد بوتفريق كان ذلك الوقت ما كانش في سبوك وكنا نطلعوا في القنوات الفضائية الناس فيهم ناس الآن راههم يخدموا في صحف يسبوا فيها على أساس أنني آياتي خارجية وأنني اتآمر على الدولة الجزائرية نفس الكلام قالوا فيها دفاعا عن بوتفريق والآن يقولوا راهي بوتفريق بل أنه فيهم الآن اللي يقول أنور مالك من بقايا طوفيق والعصار أنا طوفيق شكيت بهم الأمم المتحدة على فك انتقدت وتكلمت عليه في كل الإعلام شي واحد يقول غريبة هو أمس يخجل في يوم كتبت ما قال في صحيفة ذكرت فيه اسم توفيق فيه شخص نفسه كان رئيس تحرير في ذلك الوقت قال نحية الجبلة هل يتصل بي نحن من حبوس نقرب على توفيق واليوم منذ أيام يكتب في صفحته في سبوك أنه أنور مالك من بقايا توفيق هو خاف رغم أني في ذلك الوقت كانت على سبيل الاستدلال ما أجبت على سبيل الاستدلال لا مقد خفيف مهارف جدا ولا يعني شي ورغم ذلك تم قال التحذف قلت له لا أحد في المقال كل أنا ما أقبلش المقال يتنقص منه جبل يتنشر كله يتنحق إذن الإشكالية والراهن أنه لا يمكن أن دولة طورها وتقدمها بهذه العقليات بهذه العقليات المجتمع يا جماعة الفقر في الجزائر كارثي يعني أنا كنت جي وأنا ولا أخ أخر من الخارج ويتكلموا على محن الجزائر وكذا وكذا ويوهموا فيكم لأنه أنا ذاقي حريتي الكاملة في الجزائر رأي هناك تضيق عن الحريات كي الناس يكون تهدر تهدر راح يدوها للحفظ ما هو الأفضل لك أيها المواطن الجزائري موجود جزائريين موجودين في كل الدول ينتقدونك هذا النظام يضغطوا عليها حتى يحسن لك أمورك ولا أخراس ولا وش اللي واش عم أنا أكون قادر النظام هذا ما سيش نهدر عليه أصلا نتفرر نتكلم على إيران كيما موالف ونتكلم عن عراق ونتكلم على سوريا ونتكلم على أزمات العالم وراني نخدم وحلل قنوات فضائية ومجلات وكذا وكذا ومؤسسات دولية يوم ما ما نقول الله لا يهز على أي واحد لكن نحن لما شفنا الجزائر راح تنهار في المرحلة الماضية كلمنا والآن لما شايفينها رايحة إن هي الرئيس غائب يا جماعة عندما نتكلم نقولوا راه الرئيس غائب هناك تأتيم إعلامي متعمد هناك تضليل مشكلة مش التأتيم أنه ما أعطاك المعلومة المشكلة أنهم يعطوك في المعلومات غالطة ويكذب عليه الدولة اللي تكذب على مواطنها كيف أشرح تثيق فيها إذا كنت دولة كذبت على وضعية صحة الرئيس كيف أشرح يا جماعة نحن أرى أنا شفناهم شفناهم ناس دخلوا المستشفى ماكسيمون شهر خارجوا اللي يفات وصلوا شهر ما ماتش خرج ولكن قاعد يروح ويرجع ويعالج وكذا وكذا ويمكن الظهور صح يكون ضعيف في حالة كذا الرئيس مظهرش الرئيس آخر ظهور كان يوم 15-10 اليوم راهي 50 يوم مظهر علي حتى أخبر أنا قريب شهرين قريب شهرين مظهروا يجي واحد يتكلم أهانتوما خوانا وأنتوما عملاء وكذا وكذا أنا الرئيس متاعنا يجي مرحبا بيه وكذا هذه عقليات ما تبنيش دولة هذه عقليات ما تبنيش دوار هذه عقليات ما تسيرش بلدية الأمم المتقدمة والمتحذرة تجد نخبها تضغط على الأنظمة واشي قدم النظام ويبقى يضغط عليه لأنهم دائما يريدون المزيد ويريدوا البلاد هم تمشي للمستقبل الدول المتخلفة في عقلياتها وفي وعيها يجي واحد ينتقد النظام يقول له أخدم شعبك يجيه واحد من الشعب يقول له أنت عامل وخائن يا ابني راني ندافع عليك أنت ها تقول لي واش دخلك تدافع عليها أفيه اللي يقول لي يدافع عليها خلاص أنت مش معني الله يهزعني وروح ورقد على رب وروح خود وكي تخرق البلاد البلاد رأوا الناس الناس لما الدولة رأوا يشوفوش للغوغاء يشوفوش الناس اللي ما عندها يشوفوه المخب رأوا أهل الحل والعقل يجي واحد يقول لك نحنا نتحدث راهي كارثة ما حدث مع الرئيس عندها مدة نحنا نقول بللي الرئيس رهم يحفر له في قبره في الرئاسة وقلنا لكم بللي راهو كان يعمل من أجل إسقاط الرئيس بعد ذلك يطيح مريض فوتونه الدستور الدستور فوته هو صارت فيه فاضيحة بمعنى الكيمة هل شفتم رئيس جديد يقول بللي رأني جاي بجمهورية جديدة رأني جاي بعد حراك شعبي يدير أول انتخابات واستفتاء ها يشاركوا فيه تلك المسبة الهزيلة يا والله العظيم نقول هال أو مش الكوفيد فقط أنا كل جاء يعني رئيس الجمهورية الجمهورية عنده روح للنخوة على نفسه يا إما يلغي هذا الدستور يا إما يستقيل يروح الدار أفضل وأكرم لي أنت تقدم مشروع للجزائريين ما كان حتى واحد يفوتولك ثلاث ملايين من 24 مليون في الهيئة الناخبة وبعد ذلك تعتبروا انتصاب على من انتصرت انتصرت على شعبك جبت لهم مشروع دستور هو أعلى قانون يحكم الجزائريين رفضوه نحن عنده بنشوفه هذا بعد ذلك جاب فطرة مرضه عاملوه كما يعامل بوتفليقة عقبوه لأنها العصابة قالوله كنتم أسقطتم بوتفليقة لأننا نخفي مرضه ونريد كانوا يعاوي أحب بيلو عهد خامسة والرئيس مريض هاك مريض ونكذبوا عليك ونخلوك عمركم شفتوا رئيس جمهورية يده الألمانيا ما زاروا الوزير الأول ما زاروا مسؤول ما كان حتى واحد حتى كي تكلموا عليه عبد الحفيظ علهم تكلم إلى روسيا اليوم أعطالهم الخبر هو ما زيروه قالوا ويجدخلك تتكلم هو دار تكريب وين بعثوا بعثوا إلى جريدة الوطن من المفروض روسيا اليوم هي اللي كنت تعليك تتكلم إلى روسيا اليوم أتقول لهم أكذبتوا علي ولكن لا لأنهم المسؤولين المشكلة في المسؤولين الجزائريين لأنهم عمّة ولكن أكثر فيهم جباناء أنا مستشار في رئاسة الجمهورية تتصل بي صحيفة إيه فتسألني في أمر في إطار اختصاصي نعطيها تصريح يجيني مسؤول أخر يقولي على شادر والله نرمي استقالتي ولا زد فيها نهار لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه هناك خلية أخرى هناك راهي تشكلت عصابة جديدة يا جبان راهي تشكلت عصابة جديدة هذه العصابة ما لقى تلهاش رجال وما لقى تلهاش راجل مثل قاعد صالح يهز جدهم يطيشهم في الحباس ما لقاتش راهي تشكلت عصابة جديدة في الجزائر وهي اللي تحكم في الجزائر والآن تعبث بالرأيس لو كان دولة حقيقية وهي المؤسسات برلمان تعشكارة وحففات واحترامي للحففات مجلس أم انتا مرتشين كلهم عينهم عينهم السعيد وتفريق أقبل الآن راه محطي رجل فوق رجل بكي يكون خايفين الرئيس ما زال ما زال ما زال ما ظهر علي هوان اليوم خمس أيام من آخر بيان أنا اللي قال لو ترونت يخي قال رح يرجع يعود في أيام ها هو مكان حتى جديد أنا نتمنى الآن ما زلت معكم على الهواء يخرج خبر عاجل بأن الرئيس عاد وعندما يعود الرئيس ونشوفوه في ظروه ستسمعون ماذا سأقول الرئيس يعني مش مشكلتنا أنه يرجع الرئيس ها جاء رئيس مرضه رتاح ورجع ويقعد كيما راه وتمشي لأمور يجب أن يكون إذا عاد الرئيس ورجع المكتب يجب أن تكون هناك قرارات أول حاجة إقالة ها كل هذا الطاقم المستشارين إقالة الحكومة يعني أنها حكومة فاشلة حل البررامان وحل المؤسسات وروح دير لي مجلس انتقالي أنا معاه عين فيه بعض الكفت أن نخب من المثقفين والجامعيين والإطارات ها تخليهم هما يشرعوا للجزائريين بصفة مؤقت حتى نخرجوا من هذه الجائحة العالمية أفضل بكثير من هذا من هذا البررامان انتع والله العظيم كنت شوفه وش يجيره في إقامة الدولة أولا في كلاب ديبان ولا في ميموزة في الصوالي كنت شوفه وش يجيره هؤلاء النقواب دير والله ما ينته له الجبي والله لا تتشرف كجزائري أن يشرع لك هؤلاء ثم تلعبوا بالجزائر تلعبوا بالجزائر بهذه الطريقة وبهذا العبث في جزائر دولة كبيرة وصلت الدرجة أنه يحكم يروزوا آي الإمارات تهدد في الجزائر آي الإمارات تهدد في الجزائر ظرتون بهذه الحكايات لما كان الحراك الشعبي شوف المشكلوين دائماً يريخوا على الجزائريين فرصة التغيير ثمانية وثمانين خرجوا الشباب فرضوا على الدولة الجزائرية أنه التعددية الحزبية ميتوا أكثر من خمسمائة بإطلاق الرصاص فرضوا عهد جديد يجي خالد نزار وضباط فرنسا واش داروا أعطاوا فرصة للفيس فيهم إجماعة كانوا من إجماعة مصطفى يعني تكفيريين بمعنى الكريم أعطوهم فرصة تأسيس حزب وهم يدركون أنه لما تتحنهم الفرصة يديروا رجلهم وأنا ذلك كنت في ذلك في الوقت في العسكر وكنا دائماً نتكلم إلى المسؤولين وجانا توفيق جنيرال توفيق كان في ذلك الوقت عقيد جانقنا محاضرة ومبين الأشياء اللي طرحناها عليه شوفوا الشيء اللي ساير علي بن الحاشي كفر ولو خر عباسي مدني سنعلن الجهاد في الربيع وغير 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 وهذا الكلام هذا الكلام خطير قال لك لا هذه أوامر عليا الاعتماد أعطوه لهم بسرعة وخافتح لهم المجال هو ما وصلوا نصروا التشدد وولينا نحن أذكر في ذلك الوقت نهبته بالكمبة تونيت سورتي العجي سونتر نهارا نخرج ونكملوا الاربعة عند الخميس والجمعة نخرجوا الخميس نضربوا دورة الجمعة نتفادوها لأنهم كانت العاصمة مليانة بهم خرجنا مرة في يوم الجمعة يبزقوا علينا حشاكم ويتبعوا فينا يا كفار يا أعداء الله يا مرتدين ستدفعوا للثمن سنذبحكم سنسلخكم سنحرقكم عشناها والتطرف واصل والهدف منه ضرب هذلك المسار التغيير وفعلا حدث حدثت الانتخابات فيها الفيس انقلب عليها العسكر وكانت غلطة كبيرة ليست غلطة في الانقلاب فقط أنك جي تعطي فرصة إلى متشددين تكثيريين يديروا الحزب وبعد ذلك تخليهم حتى يذوقوا طعم الحكم وبعد زي تنقلب عليهم وتضغط عليهم بس يطلعوا للجبال والغريبة أنا كنت في العسكر كانوا كما هربوا الناس طلعوا للجبال كانوا عندهم ش سلاح جيلك ماين ترمي لهم الأسلحة في الطرق وسهلوا لهم حتى الدخول كزرنات وقتل عسكريين بالموس ودوا السلاح كل ذلك باشي يكونوا مسلحين عندهم السلاح كانوا يجيبوا لهم طموبيل يحطواها بالسلاح يطيشوا عليها شوي دم ويخلوها لهم في الطريق هما يجو يلقوا هكذا يقولوا الله أكبر يظلوا يصوروا فيهم من بعيد المخابرات منتع الديارس كانوا يصوروا فيهم من بعيد وهما الله أكبر هذه هدية من السماء الله أكبر أكرمنا بالسلاح هما يجدوا السلاح من هنا يجيهم يقتلوا منهم بعض الأشخاص يرجعوا السلاح والسلاح الأخر ويخلوه لي يموتوا به ناس خلي لما جاءت فرصة أيضا الحركة الشعبي في ذلك الوقت قلتم قلهم يا جماعة مشكلتكم المؤسسة العسكرية في التسعيل أنا مشات مع الاستعصاليين والناس المعادين اللي بجزعيل الآن المؤسسة العسكرية جاءت معاكم ما تديروهاش عدو ولكن للأسف بعض الأبواق اللي كانوا تتصلوا بهم جماعة توفيق كذا بش يديروهم أعضاء أعضاء في المجلس الرئاسي تصلوا بهم كي شافوا الجيد صالح أعضاء عليهم المشروع حولوا المعركة من حرك شعبي مدعوم متحالف مع المؤسسة العسكرية من أجل أنه يوصلوا إلى إلى مسار معين حولوها إلى معركة مع الجيد صالح فخسنوا الكثير آيا روح رجع لي ذرك الحرك شعبي يخي تقولوا الحرك الشعب الشعب هو الذي حرر الجيد صالح المؤسسة العسكرية روح ذرك حرر لي شنغريح من العصابة الجديدة والمؤسسة العسكرية يتكون الراجل حرر وقلنا هلهم في ذلك الوقت والله الذي لا إله إلا الله بعد الله تعالى لو لا المؤسسة العسكرية ما استطاعت العهد الخامسة تستطره متفق ما زالي حق ورهم قتلوا الجزائريين ودخلهم جات معاك حالفت معاك المؤسسة العسكرية مشات معاك في الطريق إذن وقيته الواجب وكان جاءوا يفهموا ناس لك اللي صدروا الحركة الشعبي بتلك وصاروا نشوف المشكلة المشكلة أنهم اللي تصدروا الحركة الشعبي كانوا يتبعوا في الناس الناس عبر شبكات التواصل الاجتماعي تفرض عليهم المواقف وهذا غبان أنت نخبة خلي سب خلي جوا آلاف هنا آني جوني آلاف يسبوا على رواح والله لن أتراجع قيدة أنملة في الفكرة اللي حاب نديرها هكذا من المفروض النخبة هي التي تسيطر على الغواء والغثاء والشارع والعوام مش العكس العوام اللي يفرضوا من وهذا الذي حدث في سوريا مثلا العوام سيطروا على الوجهات السياسية والوجهات يقولون فقط ما يرضي العوام حتى شفتوا سوريا والوصف نفس الشيء في الجزائر هكذا واللي حاولوا يرضوا فقط المهم باش ما يرفضوش لافيتات ضدهم خلي يرفض عشرين ألف لافيتات هذا غمط يسيؤدي إلى وينهم قلت لهم في ذلك الوقت خلي الحراك الشعبي يتهيكل في إطار سياسي وبعد ذلك يلتقي مع القيادة العسكرية القيادة العسكرية عندها رؤية والحراك عنده رؤية نحاول يوصلوا إلى رؤية مشتركة خمسين بالمئة للحراك وخمسين بالمئة للجيش وبذلك نبدو ما صار جديد يشارك فيه الجميع إذا كان الرئيس تريد إذا كان هناك مقترح يجب أن تقبل به المؤسسة العسكرية لأنه هذا الرئيس اللي راح يجيب راح يقول لي قائد على القوات المسلح راح يقول لي وزير الدفاع لا يمكن جيب لي واحد كل من هبه ودب مجرد أنه فقط يهضر مليح تحطوا ديره لا المؤسسة العسكرية أنا أهضر لك الآن ربما كان جماهير اللي راح معجبين بكلامي لكن لو جي وقت الوقت الجد المؤسسة العسكرية والأجهزة الله عليكم تخل لكم حتى واش تعشي تذرك فقط قبل ما جي نحكي معكم هذه هي الإشكالية لذلك أنا قل في ذلك الوقت لو جاروا ضيعوها الآن فيهم بدت تخرج بعض الأسوار تقول أنه يجب تطبيق المادة ميوثنين ويجب أن يترشح فلان أو علان من الحراكة باش يولي رئيس يعني فقط حبيت تسقط المسار اللي بدأ هالجيزة بهذه الطريقة لا يمكن الوصول إلى حل أنا أدرك تماما أنه النظام الجزائري هو النظام الوحيد الذي يرفض أن يتغير ومن ينتظر أنه من النظام يغير نفسه بنفسه هكذا بحظ إرادته ومزي منه للشعب رهي توحل النظام متى يتغير عندما يكون بين مطرق والسندان عندما يكون بين سندان داخلي شعب داخلي طوي جبهة شعبية ضده وأيضا هناك ضغوطات دولية في هذه الحالة يفرض عليه التغيير أما إذا كان هكذا مبسور خارجيا ما عنده حتى مشكلة لا جهات خارجية لا منظمات دولية لا كذا كذا وداخلي الشعب الشعب اللي يتحرك ذلك يدخلوا الحبس وديروا ملفات وكذا وكذا الناس الله يحسن عاونها وهذه الحالة تريد النظام حقيقة راح يتغير والغريبة أنه عندما تأتي منظمات وهيئات دولية تدين هذا النظام وش دير النظام يحول هذا كأنها تدخل خارج مثل ما عفعل الاتحاد الأوروبي رغم أن الاتحاد الأوروبي يقوم بكيل بمكياليل وشوف ما صالح ورغم أن البرلماء الأوروبي هذا قرار لا يحك لا يصط ولكن لديه دعاية إعلامية وش حوله هما أصلا النظام الجزائري عامل اتفاق شراكة ومن شروط اتفاق شراكة هذا أن يحترم حقوق الإنسان وفق المنظور الدولي وفق الموافق الدولية وفق ما يؤمن به الاتحاد الأوروبي هذا من الشر وبذلك فتح له المجال أنه يتدخل لما يكون هناك تجاوزات وفق هذه المعايير بحقوق الإنسان البرلماء الأوروبي يدينها ويتكلم عليها إذن أنت اللي فتحت له الباب معناها فقط تريد فقط أنه حتى تخون كل واحد يلجأ إلى المنظمات الدولية أو يتكلم ومن بعد خليها تتكلم على روح المنظمات الدولية وعلى شهر تجند الشعب كله التدخل في الشؤون الخارجية وكذا 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 وغدوة تمر المرحلة هذه وتمر هذه الحمى غدوة نفس المسؤولين الذين يعتبرون هذا البرلمان الأوروبي غدوة يظلوا يجروا عند البرلمان الأوروبي ويكسبوا فيه وينسوكم في الحكاية هذه إذن الإشكالية وين راهي يا جماعة الخير الإشكالية وين راهي لجب أن يكون هناك وعي التغيير ضروري الحركة الشعبية ماذا طلبه طلب نهاية العهد الخامس صح محاكمة المفسدين استرجاع الأموال إعادة الحكم للشعب يكون انتخابات شفافة إعادة الانتخابات في البرلمان يكون نزيه العودة إلى الشعب بطريقة فعلية وين هو العودة إلى الشعب وين هو حل المؤسسة فاقت نهاية العهد الخامس بوتفليقة راه رغم أنه اسمه ورد في كل القضايا اللي يتحدث فيه ولا تم استدعاءه كشه بل أنه خرجه ما راه من يونس وراه جاي ودورك يزيل يخرج لكتوفيق وخرج لكتر أنا صحيحاً نتكلم على الوالد ولا مع العقارب والله العظيم يكلموني يقول لك نضربه باش نجيبه دوره من البسطة نحصل إذن المشكلة مشكلة هنا يا جماعة مشكلة هنا واحد يجي يكتب لي يكتب لي أنك تقوم بما يقوم به الخوارج شنها الحكايات الفارغة هذه هذا المنطقة أقوله أنت في وسط جماعتك والأمير اللي أمره عليك وكذا وكذا كذا واللي تحولته إلى تنظيمات سرية غير معلنة وهلامية فقط جايت جايت وش من الخوارج بالمنطقة نتاعك الجايت صارح من الخوارج لأنه ساعد الشعب ضد بوتفليقة الشعب اللي خرجه كل ضد بوتفليقة من الخوارج وحد الحكايات وحد العبث يعني واحد أن بعض الناس أنا شفت شفت حالة اللي راهي فيها الجزائر من خلال شبكة التواصل الاجتماعي والله مؤسس جيوش إلكترونية قليلة الأدب جيوش إلكترونية أخرى ذات صبغة إديولوجية معينة يظلوا في هذا ويبدعوا في هذا ويفسقوا في هذا وموجة تكفير من نوع آخر أي واحد ينتقد تبون فهو من الخوارج وأي واحد ينتقد تبون أنا ما زال ما انتقدش تبون على فكرة والله ما قلت فيه شيء لهذه اللحظة أنا من انتقد في رئاسة الجمهورية اللي قاعدة تسيره اليوم من هذا ما تكلمتش عليها أنا راح نتكلم على تبون بداية المنهار اللي يرجع ويبعد في المكتب وستسمعون ماذا أقول اليوم من هذا ما هدرتش عليه خلاص اليوم من هذا ما ندافع عليه كل يوم من هذا أنا ندافع على الرئيس تبون أنا نقول لهم راكم تعبثوا به راكم أهنتوه راكم فستتولوا المشروع انكاعوا إذا عنده مشروع هو يقول عندي مشروع الجمهورية الجديدة وأنتم قضيتوا عليه بهذه الطريقة إما راكم أنتم العصابة بوتفليقة رجعتوا ولا أنكم ما عندكمش أي حاجة تقدموها إلا على طريقة بوتفليقة هذا هو شيء أنا ندافع عليه نقول أعطوا أخباره بطريقة طليق به كرئيس دولة راكم أسأتوه وحولتوه إلى مصخرة في وسائل الإعلام العالمية والمواقع الأنترنت صاروا يجلونه في واحدة الصور في شبكات تواصلتي واحدة بعبة أهنتوه أنا نزلت ندافع على الرئيس وأنا مؤمن بأن رئيس رغم أن الانتخابات هذه كانت مشاركة ضعيفة ولكنني أنا أعترف بأنها مشروعة وأن الرئيس شرعي أنا ندافع على الرئيس تعرف هذه الحملات وهذه كذا وكذا بهذه الطريقة تبنو أنا عارف من يقف خلفها بالقايم وجمعته بدل أن تكونوا في مستوى منصب مستشار في رئاسة الجمهورية عندك امتيازات عندك خلصة بالحملاوي وسيارة وسائق تكون في مستوى هذه الدولة لا متفرغ لي إلى ذباب إلكتروني يعني هذا هو مستوى شوفوا عهد بومدين مشكوني دي كانوا مستشارين في رئاسة الجمهورية كان شخصيات من الوزن الثقيل كانوا إذا تكلموا يهزوا العالم عندما نبكي على الجزائر نقولوا الجزائر راهي كانت دولة تهتز لها شوارب الأمم شوارب الزعماء والملوك والرؤساء اليوم أصبحت ذباب الإلكتروني يعبذ بها في مواقع التواصل الاجتماعي يجي تقول لي دولة إيران نختلف معها مليون مرة ولكن نكون ساعة نشوف في التلفزيونات مؤسسات عالمية تناقش الموقف الإيراني وزير الخارجية هيقول كلمة يعقدوا كبرا المؤسسات الإعلامية يحللوا ما بين السطور وكذا وكذا نحن الجزائر حتى في المنطقة المغرب العربي ويجي بعد يحاول يصور هذا شوف يعني الخطط المخزينية هنا نفتحها قوز حكاية بأن الإمارات هدت للجزائر دارها موقع مخزين تابع للمخابرات المغربية هذه نأكدها ماذا يريدون يريدون أن الجزائر يدفعوها إلى صراعات مع كل الدول العربية ويبينولك بأن وهذه من جهة حتى تكون الجزائر ما عندها شطة علاقة مع العرب يعني عزلة عربية تدخل في خصومة مع دول الخليج وتعرف تأثيرات دول الخليج في أسعار النفط والأمور هذه معناها مصدر الرزق تحت جزائريين النفط راح تدخل به الجزائر تعبث به في صراعات مع دول الخليج هذه نقطة الأمر الثاني المغرب يريد تصوير الجزائر أنها هي ليتصارع معها في قضية الصحراء الغربية مش للبوليزار لما الجزائر يقول لك هاي الجزائر دخلت في صراع مع الإمارات وهناك أزمة ما بين الجزائر والإمارات واش معناها؟ معناها أن الجزائر هي الطرف الأساسي في قضية البوليزاريو وقضية الصحراء الغربية إذن المغرب دائما يسوق إلى المشكلة وما كانش شيء اسم البوليزاريو أنها حركة وهمية وكذا وكذا ورهما يجرد أتباع الجزائر مشكلته مع الجزائر ولذلك عدب فتحت الإمارات وهي الدولة هاقم 16 اللي فتحت قنسولية 15 دولة إفريقية فتحت قنسولية وقلت لها لكم في المداخلة الأخيرة أنه فيها دول جزائر مسحة الهديون معناها الجزائر ما وقعت لها أزمة مع أي مكام ولكن في الحقيقة يجب أن نفهم حاجة نفهم حاجة أن مشكلة الصحراء الغربية رهي مشكلة بين المغرب والبوليزاريو الجزائر رهي تدعم هذا دول والجزائر لن تعادي أي دولة بسببها إذا الجزائر لن تدخل فيها أزمة مع الإمارات ولا مع غيرها بسبب أنها فتحة وش يديرون يحاولون يربطوها لك بالتطبيع هاي الدولة الجزائرية تدعم هي أكبر دولة تعطي أموال السلطة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية طبعا هاي الجزائر تستورد في بضائع هي أصلها بضائع إسرائيلية تطلع الأوروبا ويغيروها غيروها غيروها وشكون اللي صنعها ويرسلوها للجزائر هاي الجزائر راح تحضرت في اجتماعات دولية تخصى العسكر وجالسة فيها إسرائيل إذن المشكلة المشكلة أنها أعمق من هذا المشكلة والراهب لأنه الهدف هو المعركة هي إعلامية أكثر مما هي شيء آخر المغرب يريد بسط نفوذه على الصحراء الغربي ويريد أن الجزائر تكون في عزلة دولية والجزائر تدخل في صراعها وللأسف لأسف عندنا بعض الأطراف سقطت في هذا الفخر أنت يجي رئيس مجلس الأمة يتكلم الإمارات وفتح القنصر واش دخلك فيها يخي خضية الصحراء الغربية تدعمها أنت كدولة تقف معها حق مشروع واش دخلك أنت في هذا الأمر دين مثلا هذا الأمر أو أرفضه أو شيء ولكن أنك تتدخل في هذا الأمر خلي البوليزاروية اللي تدين بوليزاروية المعنية بهذه التصريحات لكن تتسوق للبضاعة اللي يريدها المغرب المغرب يريد أن الصحراء الغربية ما كانش اسمها صحراء الغربية هناك مشكلة ما بين الجزائر والجزائر تحاوز تفتح ما مر إلى المحيط وغير ذلك ملك الحكايات اللي ملينا منها إذن المشكلة المشكلة يا إخوان أنه بعض النس تحل فخ الجيل وشكونا اللي قاعد نقول المخزن المغربي أطلق هذه الكذبة أنه الإمارات هددت الجزائر رغم انتقادنا للنظام الجزائر ورغم نشوف فيها السقوط الحر الذي سقطته الديبلوماسية الجزائر ورغم الوضع البائس اللي يعيه النظام الجزائر ولكن أجزما لكم أنها لا توجد دولة تتجرع تتهدد الجزائر ولا توجد دولة عربية يمكن أن تفكر أنا أنا عارفين ماذا معناها كلمة دولة تهدد دولة راهي معناها دخلت معها في مرحلة الحرب معناها لا سفراء ولا أي شيء مش كل اللي طلقها هذه طلقها موقع مخزني هذا الموقع أصلا أنا كذب عليها كم من ورد وبدار عليها مرة أرتيكل بأنه أنور مالك هو العنوان الأساسي في حملة حرب استخباراتية تشنها الجزائر على المغرب وحكايات وأنا نضابة استخبارات وكذا وكذا هذه قالوا علي أنا وش كل اللي أروج لها أروج لها الإخوان المسلمين جماعة الإخوان المسلمين اللي عندهم حسبات مع الإمارات العمارات تعادي الإخوان وعندهم صراعات مع بعضهم أروج لها لأنه أروج لها الإخوان الجزائريين في الداخل وفي الخارج كلها أروج لها على أساسها أن الإمارات تهدد الجزائر هم يريدون تصوير أنه الإمارات فتحت قنصولية في العيون أي الإمارات فتحت قنصرية في العيون وهذا تهديد الأون القومي وأنها تريد الجزائر تشبرها على التطبيع ليش هالكلام الفارغ هذا؟ الجزائر ما هيش ملتشة ما هيش ملتشة ودخلها في صراعات كل شيء يعني الإمارات تجي تفتح قنصرية في العيون معنىها خلاص صار الأمن القومي في جزائري في خطر أنا قلت لكم هي الدولة رقم 16 15 دولة إفريقية عندها القنصريات ما بين الدخلة والعيون الصحراويتين يعني هذا شو؟ يقول هذا له كذب يقول أنت عميل الإمارات والله لو الإمارات هددت الجزائر والله ستسمع مني ما لا يمكن تصور كان ثبت عندي ولكنه كذب ها يا سيدي وعنش ما حلوش فهمهم هذ من اللي يهدروا الآن ما حلوش فهمهم كي هدد حمد بن جاسم وزير الخارجية لما هدد مراد مدلسي في الجامعة العربي لما رفضت الجزائر تجميد عضوية سوريا قالوا أسكت الدور عليك بل أنه مراد مدلسي ما زال يتكلم هو رفع على الجلسة ما خلاش حتى أكمل كلامه كان نوع من الاحتقار وانا قلت لهم في ذلك الوقت والله لو كان جيت مراد مدلسي نوقف نروح نصرف وقف حتى يدور نوري له الجزائريين علاش تلما ما روجوش قطر تهدد الجزائرين أمر آخر روجوا كثيرا أن الإمارات أوقفت التأشيرات للجزائرين وداروها واعتبروها إهانة للجزائريين وكل المواقع تبع لإخوان المسلمين كلهم روجول ولكن ما نطق كلمة لما تركيا أوقفت التأشيرات الإلكترونية على الجزائر ياخي كان الجزائري يدخل السيتي عمر هكذا يخلص سباركارت بونكار تقع 53 ولا 250 دولار تخرج الفيزا تبعثوها عبر الإيميل وقفوها خلوها فقط للجزائريين المقيمين في الخارج عندهم إقامة إقامة في دول الأوروبية أما الجزائريين في الداخل يديها من القنصر ولا تكلموا كلمة لما جمدتها تركيا أخي أعتقد في أكتوبر أنت على عمل إفاته عندها أكثر من عام ما تكلموا معتبروا هش طرد للجزائر كيفاش تركيا تروح تلك رغم أنه هذيك الجزائر كذبتها رسميا والصفارة كذبتها وما كان حتى شي قال لك لا أنا تكلمت مع الجزائريين رهما موجودين نورمال عادي سافروا ولكن تركيا لما أوقفتها بصفارة رسمية وتلم تفتح الموقع الإلكتروني تقع ما هتروح لأنها تركيا حريفة الإخوان ولكن الإمارات تعادي الإخوان إذن الإمارات لما توقف السفارة رغم أنها خبر كذب آية نعملها أنهانت الجزائر المشكلة يا جماعة والله كل الناس تتسارع بإديولوجيات وبخلفيات الجزائريين ليس لهم ناقة ولا جمل فيها الجزائر ليس لها مصرحة لا تعادي السعودية لا تعادي الإمارات لا تعادي قطر أنا نقول هالك الجزائر ليس لها مصرحة في هذه الأمور هذه أمور تخص دول الخليج هي أدرة بها هي أدرة بها وإذا كان يوم اللي تم تتعلق بالجزائر تكون طرف في الحكاية ثم الجزائر من واجبها وليس من حقها فقط أن تعلن مول ولكن أنتم صورتولنا بأن الإمارات تتآمر على الجزائر ولكن هيا نرجع القطر رسيدي هذا من الناس اللي ينتقدوهم كلها من حلق قطر قطر عمل القناة المغاربية أكثر قناة حرضت على الجزائر وبالأموال القطرية وأكثر قناة ساهمت في تدمير الحركة الشعبية المغاربية وبعد ذلك لما وقعت تضغوطات من طرف الحكومة حكموا وقفوها ودالوا الدعاية بأن النظام الجزائري هو الدخل اللي أوقفها وبعد ذالوا قناة جديدة سموها أوراس باش فقط يتخلص ها شو هنا يجي قولنا أنكم تريدون ثورة الربيع العربي وفي نفس الوقت متحقفين مع قطر أكبر داعم لهذه الثورة وفي أقم شفت وجدارة في ليبيا إذن الإشكالية يا جماعة الكلام راه ساهل الكلام راه ساهل إطلاق نحن نحتاج جزائريين وعيين نحن رانوا في مرحلة حساسة الرئيس مريف جائحة عالمية وضع اقتصادي متدهور الناس ملقوش وش يوكلوا الخدمة ما كانش الناس يرهم يموتوا الصحة ما كانش المستشفيات في كارثة وانت أشتغلي انت بحكاية أن الإمارات والمؤامرات الخارجية والمؤامرات الكونية على الجزائر المؤامر اللي على الجزائر راهي في الداخل راهي عصابة تتآمر على الجزائر واهي العصابة هذه والله شوفوا رأي رأي مش سهل عندما يسجن ويحي يسجن ربراء يسجن سلال يسجن حداد الملياردير اللي كان مهيما على اقتصاد الجزائر هؤلاء الأشخاص يسجنوا بهذه الطريقة وتبدأ وتحكوه وتغيره رهم أباطر وعندهم حلفاء آخرين وعندهم مؤسسات وعندهم نفو المالي في كل مكان وغير 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 عندما يسجنوا بهذه الطريقة ويبدأ عملية مصادرة أمواله في رايك هذين يسكتون بالنسبة له راه انتهى مشواره إذن المشكلة مش فيهم فقط هذ مرة هم صانعوا نوبهات ته واحد اللي ما تقدرش تقرأ الرقم المالي اللي بداه كيف شرح تكون هذ مرة عندهم نوبهات يعلم بها غير ربي سبحانه هذ مرة عندهم نوبهات لا يمكن وصفها في رايك يسكتوا أخلاص طيشتوا في الحبس وياحي هبطوا للبشار خلاص يسكتوا راقد كم أن مغفل من يعتقدها أخطر مؤامرة على الجزائر راهي داخل الجزائر عايصابة وعندما جينا وانتفضنا وننتقد ونقول لا أين الرئيس أظهروه نحن نجي وقول أين الرئيس يعني الرئيس يغيب هل أنت معرفين كيف يستغل هذا الملف من طرف الجهاد تريد تعفين الوضع في الجزائر لا الرئيس أليس من حق لا من حق الجزائريين أنا جزائر وبعض الناس بعض الناس يجي يقول لك يقول لك أنت أنت رك في فرنسا عندك الجنسية الفرنسية ما عندي جنسية فرنسية هذا هو الجواز هذا هو جواز عندي غير الجواز هذا الجزائر أعتز به ما عندي جنسية خلال يأتي واحد يأتي وأنت تتكلم يقول لك لا أنت عندك جنسية فرنسية ما عندي جنسية فرنسية أنا جزائر ومن حق نتكلم على بلادي وفي أي مكان وما كان وما كانش قانون يجبرني لازم ندخل الجزائر باش نتكلم نتكلم حيث ما كنت وما كانش مولدتوش أمو اللي يمنعني من الكلام كي يكون الغلط نقول أنا كنت قادر نكمل في المصار لها أسكت والرئيس رهو يعاجره بخير ونبدأ نروج لأكاذيب الذباب الإلكتروني والرئيس رهو بخير وأول رئاسة هي الدير بياننا كلهم شكرا قرتلنا بيان يعني هنا مش صادق أول حاجة مع نفسي لما باركنا مصار باركناه كانت العمور واضحة الآن الأمور انحرفت انحرفتان أنا نبقى على المصار اللي آمنت به حتى إذا كان جيد صالح راح ربي الله يرحمه نحن نكمل المصار هيا سيدي هيا قريب أو قريب بالقيد صالح ذكرى وفاته نشوفوا طرح التلفزيون الجزائري هل يدير وثائق على وفاته ولا لا يا جماعة عندي معلومات من تلفزيونات خاصة وعمومية يقولون لهم لا تذكروا القيد صالح لأنه ما كانش اللي حقل على القيد صالح مثل العصابة عصابة الجماعة بوتفليقية لأنه دار عليهم دورة ما كانوش يتصورها أصلا وما كانش كما هذم دعاة الفوضى الهلاكة اللي فوت عليهم الفرصة لذلك قاعدين القيد صالح راح يقعدوا يسبوه سنين طويلة راح يولوا كما الديناصور الديناصور راهوا ما قبل الميلاد ما زالوا يحوسوا الأعظام حتى حتى تبوه وش يسموه القيد صالح راح يولي لهم مش رغلنا أنا نزكي فيه ولا نقدس فيه أنا كنت ننتقد فيه لكن كده الموقف تاريخي قلت له شكرا انتهى الموضوع تبوه تبوه راهوا الآن أنا ما نقدرش ننتقده مريض راهوا على الفرص ربيش فيه لكن النهار اللي يرجع ويبدأ يجلس ويظهروه باللي راهوا خلاص راه ورجع المهام والله لن أسكت عليه لن أسكت عليه هو بنفسه واش قاله قال إذا أخطأت قوموني هذا كان أول خطاب ألقاه وأنا وفي لذلك الخطاب أنت ستسمع مننا ما يجب أن يقوم خلاص خلونا من زمن التطبيل والتزبير الرئيس وشيدير راهوا مليح زمرتوا البتفليقة حتى حتى دار في الجزائر وتحبين نفس الأسلوب نمشوا به لا راهوا كين ما صار معين كين تنحرف أنا قوله لا ومنحقي ومنحقك يا جزائري أيضا تقول نعم لكن لا تسبني ولا نسبك أنا ما سبي حتى واحد حتى الناس اللي يباركوا في الأمر وقلوا فقط تأدب وكون على خلق ما تجيش لصفحة أنت محترمة تروح تسبي والدين وتتكلم الكلام الفحش البذيب وتجي تقول لي تحسب لي فيها حاجة كبيرة هذه لا تشرفت إذا كان أنت ابن عائلة وعائلة محترمة وأعتقد بأنه جزائريين كلهم بابناء عائلة محترمة أنه ما تشرفك هذه هي إشكالي يا جماعة أن المرحلة حساسة واحد يبعث لي يقول لي الجزائر تمر بمرحلة فتنة كبيرة وأنت عندما تقول هذا الكلام ستساعد المعادل للجزائر أنا ما قلت حتى شيء أنا نجيب وقلهم ديروا هكذا واللي ديروا في الغلط ما يهضوش عليهم لا نسكوا عليهم يا البلاد لا تبنى بهذه الطريقة يا ري البلاد ما تبناش بهذه الطريقة تبنى لما نسمع ونحن أنا مرآة وأنت مرآة لي نسمع بعضانا ولكن على الأقل نتحاوله بأسلوب حضاري أنا ما اتهمت ثلان بالفساد ولا ما اتهمت حتى واحد أنا قلت بأنه هناك ردة عن المساعد وأنه هناك معلومات والمعلومات اللي نجيبتهم كل متأكد منه هاي ثابت في الوقت اللي كنت نقولهم راهو الرئيس بريد ومازال ما يرجعش فكل وقت كان يسيبه فيه أول خبر اليوم اللي كان خرج خبر عاجل أنه تبنوا تخلي في حجر صحي كتبت له كلمة كما هكذا الخبر ودرت له شفاه الله وعافى كنت متأكد بأنه مريض ما شيء هكذا ما شيء هكذا أنا جيء حبين يعيش الجزائريين راهو راهو المغرب راهو يهدد الإمارات تهدد أنت تعطير تعيش الجزائريين الاستقرار النفسي مهم نحن ما عندناش عادة إذن المغرب راهو أشقاء نختلفوا معهم في قضية الصحراء الغربية وانتهى الموضوع لا نحرض عليهم ولا نريد حرب معهم واللي حرض أيضا في المغرب على حرب الجزائريين الإنسان أيضا مش مغربي ولا فيه رائحة العروبة المغربية هذه الأمور الصحراويين شافوا حقهم ضاع من 91 هم يستنوا في تأتقر المصير المغربي تلاعب راحوا مع أهل الحرب الله يسهل عليهم خليهم يتحاربوا أنا نحمي حدودي وانتهى الموضوع وهما عندهم حق يحاربوا المغرب يشوف يروحوا عنده حق يحاربهم خلي يتحاربوا وشكون الخاسم؟ شكون الخاسم؟ راح يخسر المغرب ويخسرهم راح تخسر تسقط أرواح وتسقط كل واحد راح يبر الجهة البوليزار يشوفوا في رواحهم وأنهم وأبنائهم شهداء يدافع على وطنهم هذا كأيضا ييمني في ولد الفقراء والزواولة اللي راح يقاتل مثل أبناء الفقراء أبناء الجيش وأبطال والدفع الوحدة الترابية والمسؤولين راح يجبسين في الرباط في قصورهم يتفرجوا وعبر تويتر والفيسبوك ينشروا في الحواج هذا هو الواقع التانى هذا هو الواقع التانى لذلك إخواني قالوا الجزائر الآن راح في مرحلة صعبة المؤسسة العسكرية لم تسر على المسار هناك تراجع في المسار في الوعود لأطلق هالجيش من هو الذي تراجع فيه تراجع فيها شنقريح أنا تمنيت شنقريح يكمل المسار يدعم هذا المسار رغم أنه من المفروض أنه درنا انتخابات 12-12 الدولة صار عندها رئيس مدني رئيس جمهورية عندها حكومة عندها وزارة شنقريح يقعد في خيات العركان تعالوا ما عندهوش دخل في السياس هذا هو من المفروض يكون ولكن للأسف أنه عادي يدخل في الروح وعادي يتكلم وعادي خطابات متاع ورحلات متاع ونشر تثامر نهار كامل تورينا في الضباط وش يدير وش يهم الجزائريين يروح في زيارة إلى ناحية عسكرية ويلتقي مع العساكر هناك ويتكلم معهم تدير عليه تقرير إخباري للجزائريين وش يدير به واش رح يستفيدوا منه الجزائريين من المفروض لا من المفروض هذا كلام فارغ هو مسؤول عمليات يبقى في إطاره جيشنا نحتز به نفتخر به نتمنى دائما أن يكون يبقى قوي وجيش قوي والدولة إذا فقدت جيشها ولا صارت لها هو بين الشعب والجيش رهي دولة مهددة بالاحتلال الخارجي والزواء ولكن ابعد لكن هناك انحرار ما هو سبب هذا الانحرار يجاوبنا عليه ترى هالفريق شنقرح هل المؤسسة العسكرية الآن كملت في المسار اللي أعد به القيتسار محاربة الفساد وبناء المؤسسات وين هم المؤسسات اللي تبين حتى الرئاسة الآن منذ مرض التبون هي راقدة ما كانش كانش رئاسة في الجزاء بالبقى فروض الرئيس أنه يمر والرئيس يأخذ إجازة حتى كدرتنا الدستور يا ريت لو كان درته مقترح على الأقل مادة تخص بنائب الرئيس لو كان درته نائب الرئيس يعين فيه شخص نائب الرئيس حتى الرئيس كي يغيب ولا يمرض ما شو كي يمرض فقط تقلب مباشرة نلجي كل مد المريكان دولة عظمى وعندها نائب رئيس يولي الرئيس الاخري نارس في مهام يولي الجزائريين الخراص ما ينشغلوش بحاجة إذن إخواني الكرام بالمختصر المفيد أن هناك إشكالية كبيرة لا أدري المؤسسة العسكرية كيف تفكر في هذه المرحلة هناك غموذ كبير المعلومات تقول بأنهم طرحوا سيناريوهات مختلفة وهذه قلتها ومن بين هذه السيناريوهات كلها بينها التي صبت فيما بعد تبوه الآن عندنا احتمالا إما يبقى تبوه هكذا فطرة أخرى وهو غائب وراه في مرحلة النقاح وكذا 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 ويبعدوا عايشين هكذا حتى يجيبوا له أو أنهم مضطرين يدخلوه باش يوقع على الدستور وأيضا قانون المالي ولو هم رهم يسابقوا في الزمان هذي ضروري ولا خلاص ولا يقولوا بأن الرئيس اصبح عاجز يتبقوا عليه المادة على قضية المجلس الدستور يا ذركة ماذا نحن نتمنى وكذا يرجع الرئيس كذا يرجع الرئيس ونقوله ما يجب على الرئيس كما هدرنا من قبل ولكن في ظل هذا الوقت قلت الرئيس يعود خلال أيام أنا قلت لكم أظهروه ما تقدرش تظهروه تعبان يعني إذا كان خلال أيام معناها تقدر تظهروه الآن هاي المشكلة طب الظهرتون بتفلقة بالبيجام وكان تعبان ومرهت ظهروه حتى حتى تخلوا في الإشاعات هذه تنتشر إشاعات هذه اللي تنتشر راه يتذر راه يتذر لبلاد وتأثر عليها تأثير سلبي يا جماعة ما تحسابوا بأن الأمور هينا ولكن للأسف عندنا مسؤولين ما يهمهمش يهمهم مناصهم فقط والله العظيم متهمهم من البلاد اللي يعرف في المسؤولين الجزائريين وقيادين عسكريين الآن راه هم هو في المسؤولية كنت نعرفهم كانوا قمطنات يعني كانت لكاكاكبتان أم جينيرالات الآن والله العظيم كان يبيع ما نزيدش ما نقولش أكثر من هذا وفين ومسؤولين ووزراء راه فيهم والله ناس معينينهم وزراء في الحكومة أقسموا بالله العلي العظيم لو تسمعوا كيف يتعاملون مع بعض الناس والمراسلات متاعهم اللي حدثت يتكلموا إلا من تحت الحزام والآن راه موزراء يشرعوا للجزائر مشاريع منصب وزير الوزير مش فقط شخص الوزير راه منصب سياسي وعضو في الحكومة وشخصية اجتماعية يكون عندها تأثير هذه هي المواصفات اللي كانت في زمن معين للوزراء الوزير كان كيه إذا تكلم الناس تسمعه لما يتميز بها من خصائص وإذا تحركي أثر وأيضاً صاحب كارزمة ورجل سياسي جايب لي ذري واحد يقول لهم اللي ما يعجبوش الحال يروح يهاجر من البلاء ذري كان يعيط للمرد سلال طاتا ويقول تابون طنطن ومصاحب المهم حتى وصل وزير الشباب ها ها وكيفاش يتعامل مع الجزائري ولم يحدث شك يعني لو كانت الجزائر حقيقة دولة مؤسسات كون جيت مسؤول في الدولة والله هذا الوزير ما بات لي لا وزير ما بات لي لا وزير ولكن المشكلة أنه الشعب ما عندهش قيمة لدى هذه السلطة هذه الحقيقة طارنه طارنه لما كان فطرة الأخيرة من عمر القيد صالح والله العظيم وكان جاء القيد صالح هذا الوزير ما بات لي لا وزير كان شما والله ما بات لي لا وزير كان يجوب يقول له عن الملفات يقول له الوزير فلاني عنده ملف فساد ويقول له كيفاشو كيفاشو يأخذ القانون مجرح قل له ممكن تكون تدعيات أمنية كذا والله هزل الحبس أن يتجرع واحد يدي ويحيا بما يمثله ويحيا من نفوذه وشبكات داخل النظام رأينا شي ساهل هذا يقدر عليها غير واحد جباته إمانه هذه أما أنه نجي الآن ونشوف نشوف هذه الوزراء غثاء كغثاء السيد حايا حولوا البلاد إلى مصر العنطريات ما تبنيش دول العنطريات الفارغة في شبكات التواصل ما تبنيش دول روحوا وشوفوا الإدارات شروحوا وشوفوا الجزائر العميقة كيفاشو يتعاملوا الناس شوفوا الجزائري اللي مازالوا عالقين في الخارج الدولة الوحيدة في العالم اللي خلت مواطنينها عالقين أشهر حتى يقولهم يترجوا باش يجو كل الدول غلقت أجواءها وفتحتها فتحتها الناس الناس تسافر من فرنسا وترجع والله ما عدا يدير الكشف في الدخل في المطار إحنا أخلاص أنت المهم كي تنتقد أنا كليس من تقدر أنا كليس من أكارهوش كي نقول هذا غلط والله لا نكره شنقريحة ولا نكره تبون ولا نكره ولا نكره حتى واحد درني نتمنى لهم وعندما نقول هذين من شكراهي وهذه يجي يقول لك آه شنقري وكان الوحد يبعث لي يقول لي آكي شفت الرئيس الرئيس تبون راجع وراك ولي يعني كأن أنا عايش عن تبون وتحت رحمة تبون وراك يسمعك به جد والله العظيم غندما يعود أنا ما نهضرش عليه مدام غايد وما دام مريد ما نهضرش عليه كشخص ولا كمسؤول أنا ننتقد في الممارسات ننتعى الناس اللي خلهم برب ولكن عندما يعود ستسمعون ماذا أقول لي ما على بريبيه ولا ما على بريبي شنقريحة ولا ما على بريبي واحد كي يغلط نقول غالط بشار الأسد أنا في سوريا في حمص في فندق وهناك أعلنت لما بديت رح نستقلت قالوا لي الناس أخرجوا بعد تكلم قلت ما بدن قلت رجولا قلت هناك وأنا في سوريا وبقيت ربعة أيام كان يوم ستة وغدرت يوم عشرة جونبي 2012 قلت له أنت قاتل وتناولوها وسائل الإعلام وأنا مازلت في سوريا هذا أنا عند واحد نظام مستبت قاتل وقلت له أنت قاتل خاف منظرك لأنه تب ورح يرجع الجزائر ورأي خفت منه ولا حسبت واحد يكتبه يكتبه في شبكة الترسل عنه ورأي مالك رأي خايف النظام الجزائر يجيب النظام الجزائر نهار لحب يجيب واحد من تركيا باع ليبي باع قضية ليبي والله الله وإذا كان نعرف أنا من نظام الجزائر رح يبيع قضية من قضايا الجزائر من أجل باش يجيبني أنا والله نحجز على حسابي ونروح له ونقول له ما تبيعش القضية فقط ما هيش دولة هكذا لو سافرت من العالم وشفت الدول وشفت كيف هاش كيف هاش الدول تتعامل كيف هاش دول مؤسسات أنا روح في القارة أمريكا أكثر من ستة وسبعين دولة في العالم اللي زرتها التقيت مع مسؤولين كبار في مؤسسة الدولية وشفت 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 كي نشوف الواقع هذا انتع الجزائري والله أتأسف ما هي هكذا ما هي هذا الجزائر لو تشوف الصفراء والممثلين انتع الجزائر في الهيئة الدولية أي والله العظيم مصخرة أنا مرة واحدة رجل اعمال في الخليقة في السعودية قال لي أنا فكرت الروح نديره كانش مصنع في الجزائر قال لي اتصلت بعثت واحد من الموظف في المكتب بتاعه بشي يدير لي تأشيره انتلاقاه الموظف درجة الأعمال كبير عنده مليارات تعرف واش يقل له في القنصرية يقول له يجي له هنا بشي عمر هو الورق الناس هذا المثال فقدتوا غير وغير في دول كثيرة الصفراء في الدول من هنا تلقاهم يصنعوا له بها أنا نحكي لكم مرة كنت في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنان كانت عندي محاضرة ثم وكانت هذه المحاضرة ضد إيراء حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيراء هذاك ما زالت ما زالت حوالي نصف ساعة أو ساعة هكذا على موعد المحاضرة أنا قاعد هكذا في واحدة الرئيس يجي شخص لي بس بذل يسلم علي بالأحضان أنا أعطى قد كان شو واحد يعرفني حتى قلت له ممكن تشرف قال لي أنا السفير الإيراني قال لي أنا سفير إيراني فيها عجب قلت له تعرفني أنا مين قال لي أنا ورمان وتعادينا قال لي قال لي نحنا ما نعادي أحد ما نعادي أحد نحنا 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 في عالم السياسة لا يوجد عدو دائم ولا صديق دائم وسحب الكارت تبع وكارت فيزيت وعطى هالي قال لي تتصل بها قلت له أنا ما أحتجت الأصدقاء أحتجت إلى من أعاديهم ولا أعاديهم لأس أعاديهم بأسباب تدخلاتهم في الدول العربية ومراساتهم والجرائم اللي ارتكبوه لا هذا الشعب الإيراني لا أعادي شعب من الشعوب بغض النظر على إيديولوجيته ودينه ومذهبه وحر فيه ندخل ليش فيه هنا ونتعامل معه بهذا الشعب وندافع عليه يعني شوف الفرق شوف السفراء في الدول من هنا يصعلوا بهات إعلامية يتواصلوا مع المؤسسات الإعلامية يعملوا علاقات مع الجن أعمال يعملوا يعني السفراء الجزائريين والله ما يهمهم إلا شهريته وكيفاش يشري قطعة أرض وكيفاش يبني دار وكيفاش يدير مستقبل أولاده مع لبل همش وروحه وروحه وشوفه في السفراء واحد يجيب صاحبته يديرها يديرها يدخلها فام بمنهاجه وبعد يديرها سكرتيران تاعه واحد يجيب بنته أبنات المسؤولين جايبينهم من الجزائر نعرفهم مقيمين في الجزائر يجيب بنت مسؤول يجيبها من الجزائر لهنا مثل الفرنسا ولا دولة أوروبية تخلص تخلص بالعملة الصعبة ما تدفعش الضرائب تلقاها تضرب على الأقل أربعة آلاف يورو في الشهر والدير مستقبلها وتزيد التزوج هنا وإذا كان الراجل يزيد التزوج هنا باش يدير المستقبل وأبناء الجزائر اللي قرأوا في الجامعات وكفاءات اللي هنا يروحوا يخدموا في القنصرية وتبقاهم يتقنوا اللغات أكثر أفضل منهم بكثير والله ما يخدموا وإذا خدموا مهينوه ما هيش هكذا ما هيش بهذه الطريقة نبني دولة ولا بهذه الطريقة نوصل بالجزائر إلى شاطئ الأمان المرحلة يجب أن نحن عشنا 28 فبراير معناها نقطة تحول إذا كان قاعدة البوتفليقية شو كذاش قاعدة البوتفليقية البرلمان مجلس الشعبي الوطني بوتفليق اسمعون المجلس الأمة بوتفليق المجلس الدستوري بوتفليق الرئاسة المستشارين وكثير ما زالوا الموظفين كلهم ما زالوا الأغلبية عم بوتفليق ووزراء كانوا ياريت جابوا لنا وزراء تلقاه كان مجرد يعني بلنطن في مكتب ويحيى ولا وزير كان يشرف الكسكروتات الولاد المسؤولين كيجيب ولادهم معهم الوزارة ولك صباح وزير يعني جابونا حتى جابونا من الدرجة الثانية ولا الثالثة اللي كانوا في عهد بوتفليق هاي زيد الممارسات زيد الممارسات نفس الممارسات اللي كانت في عهد بوتفليق راهي مستمر الآن واش رح يفهم الجزائر رح يفهم بأن الناس اللي دخلوا في الحابس راهي مجموعات تناحرت في بعضها جيهة غلبة جيهة دخلتها الحابس وتال موضوع إذن ما هو اشتغير من المفروض الدستور الدستور هذا اللي داروا العرابة هو نفسه اللي كان يقدموا البوتفليقة قدموا البوتفليقة وداروا فيه النائب على بلك معلاش بوتفليقة كان ناوي يدخل العهد الخامس والسعيد بوتفليقة هو اللي اطبخ الطبخها وقالها إلى شخص اهضر معاه في التليفون وقدامه نزيل نحكي لكم دارنا فكرة النائب وكانوا رح يعينوا نائب وكان من المرجح رح يكون يحيى ولا سلم إذن باش يكون ما يكونش رئيس حكومة هو اللي يمارس في المهام باسم رئيس حكومة لا باش يجي يولي نائب الرئيس يولي بوتفليقة هو رئيس شرفية وقاعد في داره وهو رئيس جمهورية باسم هكذا يقعد رئيس الجمهورية نائب الرئيس هو اللي يظهر في المناسبات العامة نائب رئيس عاد وراه كل من طرف رئيس الجمهورية نائب رئيس والحاكم الفعلي يقعد السعيد بوتفلقة في الظل هذا هو المخطط وهذا هو الدستور تعرفوا زادوا فيه زادوا فيه كلمات خفافية يا جماعة زاد لك غير فيه الحركة الشعبي زيلك بها بشيبان دستور جديد وقعاود قد ما ضوطه شعلي الجزائر حادث ما كان يحدث أسوأ ولا والله بوتفلقة في عهد بوتفلقة كان شاركه في الانتخابات أفضل ما زال وش هو اللي تريد الرئيس تبور من عهد بوتفلقة كل هو وزير ما عليش نجوزوها المسؤولين في الجيش كل هم رقاهم في الرتب بوتفلقة وصلهم الرتب جنرالات ما عليش المؤسسة العسكرية تبقى بعيدة عندها حالتها نحن نتكلمه على الجانب المدني والجانب السياسي جبهة التحرير نفس جماعة بوتفلقة لارندي جماعة بوتفلقة وهما هذم الآن اللي يدافع على مرحلة تبور ما الذي تغير أعطوني واحد من الحراك الشعبي من الواجهات اللي طالبوا وناظروا ضد نظام بوتفلقة تولى فقط حتى منصب مستشار أعطوني واحد باش نقنعوا الجزائريين بأنه حدث تغير ما كانش أعطوني الناس اللي ينفاهم بوتفلقة وتنفاوا في عهد بوتفلقة ولا ما قبل بوتفلقة رجعوا للجزائريين رجع فرد واحد ملان فقط هذاك حكاية وحكاية مشرح نهدراني ها يهارتوني نحن نعرف الدول اللي حدث في هالتغيير تقع نهار اللي حدث تغيير في تونس كانت طائرة ونشافيها المرزوقي ونشار فيها عمد الدين وانا كنت نتكلم معهم بوتليف ونهار هذاك في المطار اقرب كل توان ساركبوا في طيارة واحدة وسافروا رجعوا للجزائر رجعوا لتونس ونزلوا في المطارات وكل عندهم مذكرات توقيف ودخلوا دخلوا الشعب في انتظارهم دخلوا دخول نحن ولا واحدة نحن ما نشطل بي لا ما ندخل حتى واحد ما رجع حتى واحد بل أنه اللي يسيطروا على الحكم الآن يحرضوا عليهم وحبين يديروهم حتى مذكرات توقيف دولي هل الجانب الحقوقي نزيدنا أحكي لكم حاجة في عهد بوتفليقة ندخل حتى واحدة الحبس بسبب رأي وقداش نواحد درك الله هو في الحبس بسبب مواقف سياسي أين هو التغيير؟ أين هو التغيير؟ التغيير مش هو كذا على الأقل الحكم يكون على الأقل يكونوا فيه ناس من اللي عارضوا؟ يجيب لك واحد وبدأ يعارف فيه بوتفليقة في الربع وعشرين ساعة على الأخرين تاع 22 فين وكان يسيب فيه تببول وبعد يجيب يعطيه منصب وزير يقولك ها عابو جبنا واحد وهو رأى ومتاعهم أصلا رأى ومتاع النظام إذن إخواني التغيير مش عبث التغيير مش نوعبان التغيير مش وهكذا من المفروض من المفروض راهي الجزائر كي بدأت تفتح فيها ورشة حقيقة جات أزمة جائحة أعاقت كثير من الأمور لكن مدام درت دستور علاش محلتش البرلمان؟ يعني حب الجزائريين كي قعدوا بالبرلمان هاو دستو ويعني الجزائري كي قعدوا بالبرلمان دستور خلاف أنا كنت ضد أصلا هذا الدستور نهائيا لأنني استفتاء وأنا كنت ضده نهائيا ما هو وقت ما قانون أهم وفيقة قانونية في البلاد من المفروض تطبخ على نار هادئ وتناقش وكذا وكذا وتمر عليها عامين ولا ثلاثة سنين حتى تندير أوه زربوا عندك وراني قلت العرابة عندك ثلاثة شهر أي زرب زرب جيب فيها أخطاء أصلا حتى أخطاء في الشكل فوتوا باك فوتوا هاو ما أحذر لوش ما أفوتاش عليه ما هيش هكذا يا جماعة والله ما هي هكذا ما هيش هكذا الدولة تسير بهذه الطريقة التغيير ما يجيش هكذا أنت من طميم أن تضربوا يعني كي ضركة الجزائريين يطالبوا بالخروج للشارع رهم خانوا هي ضركة أعطيت المشروعية للناس اللي يطالبوا بالعودة للشارع لماذا؟ لأنه يشوفوا في مطالبهم ما تحققتش يشوفوا الوضع كيما راه بل أنه رح ندخلوا مرحلة جديدة مرحلة الوضع الاجتماعي المتدهور الناس الآن راه فيه ما ما كانش نشوفوا فيها أزمة المياه الدراهم ساكن ما يتحصل يباتوا قدام البوستة وكثير من الممارسات ما عليش راهي العصابة هناك جذور العصابة اللي راح تدير هي لكن أظهر على أقل محاربتها وين راح تحارب فيها؟ إذا كان العصابة راهي تضرب في المواطنين بهذه الطريقة هاي ضربت حتى الرئيس وهو مريض هذا ما حبيتش نتكلم كيفاش الرئيس وصله فيروس لأنه كان نقول لواحدك نهاري يبعث لي يقول ياهو المريكان رئيس أمريكا وصله نعم ترامب وصله وراهو أصيب ووره حتى المرة اللي نقلت له الفيروس من المستشارين تاعه هاي اللي نقلت الفيروس للرئيس وارتحمله قعد نهارات خفافه في لما نرجع وقال الحملة الانتخابية وكمل الانتخابات تاعه هو لا ومتعنا نحنا كيفاش أصيب ولا شيء ولا معلومة هل تقول لي تقول لي راهو الأمن القوم يعني كي تقول رئيس مريض يذو تعطين معلومة حقيقية معناها الأمن القومي في خطر الرئيس وعند للماء يا بني يا بني الأجهزة الأوروبية كرة عندها التقارير المفصلة وواحد يظلوا يكتبوا في الفيسبوك مثلا واركم تحتو في الفخ رهم دارو لكم خطة باشي طيحوكم في الفخ وبعد يظهر الرئيس هذه يا راي دولة هذه يا راي تحدث تحدث في القهاو تحدث في الحمامات تحدث في الزراري انتع الحي يلعبوا مع بعضها الدول ما تتعاملش بهذه الطريقة يا بني الدول ما تتعاملش بهذه الطريقة الدول تتعامل بطريقة راقية لذلك أنه كنجي نتكلمه على رئاسة الجمهورية ونتكلمه عن هذه الممارسات رانا نقوله باللي رو ما حدثش تغيير ما حدثش تغيير أنا بكري نرفض قلت على الشعب أن يثق في الدولة الآن ما نقدرش نقول للشعب لا تثق في الدولة لأن الدولة كذبت عليها كيفش أنا دورك نجي نطالب بالتهدي أو نطالب بالعقلانية في التعامل وكل الأمور تقول بأن الحكومة كذبت علي الشعب في مراض الرئيس كيف شرح نقول لهم صدقوها في حوالي جخة لكن عند إذا عاد الرئيس ونتمنى له العودة واتخذ قرارات شريعة أحنا نقول له صحيح إذا جاء ديرابت أول حاجة يديرها هذو من اللي في رئاسة الجمهورية اللي كانوا ينشروا في البيانات يقولهم روحوا يعلمها أقال اليوم رئيس الجمهورية فلان وعلان وكذا 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 بسبب الأخطاء المهنية التي مورست في قضية مرض والله هنا وقل له صحيح وإذا كان أحكم أقال بعض الوزراء ولا أقال الحكومة عندك كفاءات في الجزائر العميقة يقال الله رجال رجال دولة أحيانا نقرأ بعض الناس يكتبوا في فيسبوك تحالي السلسية كان أبقى مشدوه ويكي نتواصل مع وحدهم نلقاه أستاذ جامعي ولا أستاذ في التعليم الثانوي ولا واحد يتخرج من الجامعة ورمليش خدمة ونشوف مستواه بلغات مختلفة والله العظيم أنبهر فيهم اللي وجدتهم معك خدمة ما يخدمش والله العظيم أحدهم في الشرق الجزائري لقيت أحوانتي يبيع في لي بورتال ولما تكلمت معهم بحر شفت روحي تلميذ أمان في تحليل الوضع السياسي ما ما هكذا تبنى الدول إذا كان أنتم تقولوا بأننا جمهورية جديدة ما بعد الحراكة الحراكة رو ما خرش باش تدخل هولي في الدباجة الدعاء الدستور ويوم ودروا يوم وطني واليوم هذا من ناس ما تروحش تخدم وفي يعني هذه مصخرة ومهزلة الحراكة شعبية ما خرش نهار 22 رغم أنه هذا يوم فقط خرج فيه الجزائريون نحن ناظرنا ضد بوتفليقة منذ وصل إلى الحكم والله لو ترجع والله لو كنا نجدها هذا الأرشيف لأسف فانا غدرت الجزائر كانت عندنا واحدة جريدة يسموها كرنفات جريدة ساخرة وكنت نكتب في مقالات ثم كترشح بوتفليقة في 99 ما خليت وقلت لهم والله العظيم غير ينهبوا لبناء يا ريتو نلقى في الأرشيف أحد أحد المقالات ولكن للأسف للأسف لم يحدث أي شيء شعب يخرج هل هو خرج من أجل مشروع معين يرهم يخرج سنهار وقالك ديرهوا لي يوم وطني وارزعوا وقعدوا وقعدوا ديره كما كان يدير بوتفليق الشعب ما خرج ضد شخص بوتفليق عهدى الخامسة لهذا الرئيس اللي عاجز وضد عصاب إذن إذا كان أردت أن تحدث هذا التغيير أحدث هذا التغيير الحقيقي مع هذه الممارسات مش تقول لي راه وكذا وكذا ورانا مع الدولة أنا 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 أقول للسلطات الجزائيل عليكم بالشفافية في التعامل مع مرض الرئيس العمر الثاني حذاري ثم حذاري من الدخول في أزمات دبلوماسية مع الدول العربية وعي دول الجزائر في مرحلة هشة النظام راه ضعيف الشعب راه راه بائس ويائس الأزمات هذه راح تزيد الضر بالدولة الجزائرية العمر الثالث حذاري ثم حذاري من الإنجرار وراء أي حرب في المنطقة لن تكون في صالح المنطقة أبدا ولن تكون في صالح الجزائر ستستنزف القوة العسكرية الجزائرية حذاري ثم حذاري أن يضع الجيش الجزائري إلى أي حرب سواء في ليبيا أو في الصحر الغربية أو مع المغرب الجيوش القوية في العالم العربي كلها تجر بهذه الطرق الخبيثة كي تتورط في حروب حذاري ثم حذاري الأمر الثالث الرابع حذاري من الاستخفاف بالشعب الجزائري حذاري من الاستخفاف بالشعب الجزائري استخف به بوتفريقة وخرجوه من الطاقة بطريقة مهينة بطريقة مهينة رددها كل العالم لا تستهنوا بالشعب الأمر الخامس حذاري ثم الحذاري لا أن تستخفوا بهذا الوضع الذي تمر به الجزائر الاجتماعي الأمر هذا مهم عليكم استعادة ثقة الجزائريين في الدولة ثقة الجزائريين في مؤسسات الدولة هذا عامل مهم وهذه كيف تسترجع؟ ما تسترجعش بالأكاديم ما تسترجعش بالشعارات الطنانة ما تسترجعش بالعزف على الأوتار الوطنية ما تسترجعش بالحديث عن المؤامرات الأجنبية ما تسترجعش بتخوين الناس وتحويلهم إلى عملاء لأنهم ينتقدوا في هذا الوضع والله لن تسترجع الأذيوام شخص يقول هذا الكلام تأحق رح تخونه يجي نهار ويتحول إلى بطل لدى الجزائريين عندما يقفوا على اللي كان يقول فيه وحدث كنتوا تخونوا فينا لما كنا ننتقد في بوتفليقة ونقولوا نظامه فاسد جنهار لقال الشعب الجزائري في كل الشوارع نظام فاسد والمؤسسة كنا نقولوا نظام بوتفليقة نظام عصابة وبعد ذلك جاءت المؤسسة العسكرية عن السلسان القيد صراح أطلق عليها العصابة ردد ما كنا نقوله من قبل وأنتم تخونوا فينا في الجرائد وفي مواقع الإلكترون حذاري فما حذاري الأمور ما تجي هكذا على الدولة الجزائرية أن تستفيق أنسوا الدول ما عادت تسير بطريقة الحزب الواحد بعقلية جدي وجدك وبالعقليات القديمة الإعلام صار مفتوح إعلامكم الرسمي وغير الرسمي والفضائيات والفضائيات اللي سماها وزيركم ووزيركم الخارج عن القانون ما عادت تؤتي أكلها صفحة فيسبوكية تبع فيها مئة نلف تهزم لكم كل قنواتكم الفضائية والله العظيم الأخبار التي ينشرها التلفزيون الجزائري والقنوات الجزائرية على مواقعها تقابل بالسخرية من قبل الجزائر حتى لو كانت صحيح خلاص إذا استخفى بيك الناس وما عاجواش يصدقوك حتى يجيبهم يجيب لهم الحقيقة ما راح يصدقوك لذلك على الدولة أولاً أن تعمل على استعادة التثقة بين الشعب والسلطة عن طريق حل هذه المؤسسات عن طريق وضع كفاءات حقيقية في مناصب المسؤولية عن طريق تغيير الخطاب الرسمي الجزائري لأن خطاب الكزب الواحد وخطاب ثورة الزراعية رهو ورهو ورهو جلز الزمن الأمر الآخر يجب أن تكون هناك مشروع حقيقي فعلي لمواجهة التحديات القائمة بسببه هذا الأمر هذا هذا مهم أمر آخر يجب أن تشعر الجزائريين بأنه حدث فعلاً تغيير كيف تحديث؟ تحديث بالأفعال وليس بالأخوال الآن شيء اللي يديروا فيه كل الجزائري شو فيه وقت شوي وعي فقط يدرك تماماً أنه لم يحدث تغيير رانا في عهدى خامسة البتفلقة تحت مسميات أخرى هكذا المؤسسة العسكرية عليها إذا كانت تحبت تخلي نفسها مقدسة وبعيدة عن كل شيء لا تجر نفسها إلى مستنقع السياسة إذا جرت نفسها مستنقع السياسة راح يولوا القادة انتاعها محل انتقاد وإذا انتقد الجزائريون في شبكات التواصل الاجتماعي وصار أرى حرم حرم المؤسسة العسكرية مستباه في شبكات التواصل الاجتماعي هنا تفقد المؤسسة العسكرية قدوسيتها خليكم بعيد عن السياسة وما تظلوش نهار كامل تولون فيه شنقريحة راح البلاصة الفلانية شنقريحة قال شنقريحة قال شنقريحة قال حتى يولوا يسبوا فيها الجزائر هذا قائد أركان منصب مهم عملياتي يحمي البلاد خلوه بعيد خلوه مكان تمار موقع عفو هكذا هكذا تكون الأم هكذا تكون الأم أما إذا كان جبتوه الملعب السياسة راح يوليه انتقد والعسكري إذا دخل للسياسة هو ما عندهش تجربة في السياسة أيامات بومدين كان بومدين يقولهم العسكري مناظر بالبذلة لكن منذ سنوات طويلة العسكري ما ولاش مناظر سياسي لذلك لما يدخل عالم السياسة يدخلها بعقلية الرونجارس وعقلية الكسكيطة وعقلية الكلاسينكوف راح يفسد ويفسد ويشوه سماد لذلك خليه بعيد عن السياسة إذا كانت فيها أمور ضرورية ترافقها المؤسسة العسكرية ترافقها بعيدة عن الأضواء الظهور الكثير للقيادات العسكرية عبر وسائل الإعلام يقصي الظهر المؤسسة العسكرية يخليها مستباحة ونحن في زمن التواصل العسكريين كل عندهم صفحات فيها والله ندخل وناس نعرفهم وناس ما نعرفهمش ومعروفين أنها صفحات لكي نشوف عسكري نعرف حسابه ندخل للحساب نتعه نشوف الأسماء اللي عنده أكيد عسكر الأكثر هي بتاعه لأنهم تلقاهم الأسئلة للألقاب مختلفة والله ما ينشرون يدل على أنه هناك إحباط كبير داخل المؤسسة العسكرية نعم وما أسهل أن تعرف حسابات العسكريين أنا أقول لكم أنا مواطن عادي مواطن عادي وسأقدر نوصل لك آلاف الحسابات العسكريين حتى إذا ما عرفت شرطبهم ولكن أجزم أنه أنت عسكريين فضلا عن أجهزة أجنبي ما هكذا ما هكذا لجب أن تكون لذلك على المؤسسة العسكرية أن تضع سياج بينها وبين السياسة وعلى المؤسسة العسكرية أيضا والأجهزة الأمنية الأخرى أن تتحمل مسؤولياتها كما ينبغي رأنا في مرحلة حساسة مرحلة صعبة رب يجيب الخير لبلادنا وإذا بقينا نتكلموا بمنطقة تخويل ما تسمع ليش تسبني وأنا نسبك ما نسمع ليش الجزائريين محتاجين إلى حوار محتاجين إلى سماع كل الأرى وأولهم الناس اللي في صناعة القرار الناس الآن اللي يسمعوا فيه وأنا أجزم بأنهم الآن في المؤسسة العسكرية من يسمعني المؤسسة العسكرية عزيزة علينا نحبوها ونتمنونها الخير منتمناش أنا يجي نهار ونحكي على شنقريحة ولا نحكي على القائد الفلان يبقوا دائما قادع عسكريين لديهم تجربة طويلة في المؤسسة العسكرية لديهم قدوسيتهم ولديهم احترامهم وتقديرهم لكن إذا دخلونا العالم السياسة وصبحوا يمارسوا في السياسة مضطرين ننتقدوهم ومضطرين نوروا أخطاعهم وإذا ورنا أخطاعهم السياسية هنا نفتح المجال للتشكيك في قدراتهم العسكرية وهذه هي الإشكالية كبيرة الإشكالية كبيرة الجيش ميكونش قوي إذا كان بدأ الشعب يشك فيه وإذا كان علاقته مع الشعب مش مليحة لنفرغ الجيش رهوا قوي عسكري وعلاقته مع الشعب مليحة ولكن السلطة المثلث هذا السلطة علقتها مع الشعب سيئ والوضع الاجتماعي سيئ والله الجيش رهوا في أضعف حال وكان يكون يملك سواريخ هجومية تنتقل من قرة إلى أخر هذا اللي نفكره فيه عندما ننتقده يا جماع اشهد الله تعالى لا أكل حق لأي كان عندما أتكلم راني نقول أخطاع ما عادش نستطيع نصمت عليها غذينا الطرف في الفطر الماضي على كثير من الأخطار قلنا الآن التصليح يأتي بالتدرج ولكن لما وصل العبر حتى برئيس الجمهورية بهذه الطريقة يا إخواني الكرام أنا ما نقدرش يوسكي اللي حب يسمعني أهلا وسهلا اللي ما حبش يسمعني الله يسهل علي واللي راح يجي يسيبني راح نبلوكي ما نحتاجه أنا نكلم الناس اللي عندها خلق الناس اللي عندها وعي قد يكون كلامي صحيح وفيه الغالط ما عليهش لما تورهولي وتكتبلي وتبينلي والله راح نحترم وأنا ممكن نقول لكم على هذه الأوضاع والله العظيم ويشهد رب أنني أتمنى أني نكون غالط كنقول لكم الجزائر رايحة للتدهوة رايح والله في ذا نفسي نقول يا ربي نكون غالط يعني كل الحيثيات تقول لي هذا ولكن أتمنى أنها تظهر حيثيات أخرى تبينلي باللي راني غالط وراني نضرب في الريح بهذا إخواني الكرام لا رأى الوضع راه صعب ما بعد كورونا ليس مثل ما قبلها والله كين قوى راح تأكل القوى اللي عندها ثروات وتأكل الدول اللي عندها ثروات ما كانش حاجة تحصن الدولة كيمة ثقة الشعب كيمة التحام بين الشعب والسلطة والشعب لا يمكن أن يلتحم على سلطة إذا كان معطل هاشا المشروعية وإذا كان ما يصدق هاش وإذا كان تكذب علي وإذا كان ما شفش منها الخير يشوف منها غير الوعود لازم يشوف منها البرود لازم يشوف منها الأفعال وليس الأقوال لذلك الدولة تكون هشة في أمنها القومي عندما يتزعزع الأمن الاجتماعي الأمن الثقافي الأمن الديني الأمن الفكري الأمن العسكري وكل كثير كثير من هذه الأمور عندما تتزعزع البلد رحي ضعيفة رحيش ما يكذبوش عليك في ورولك شرائط السواريخ وطايرة وكذا 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 والله العظيم مثل ما كان عملوا في عهد صدام حسين لما غزاتوا أمريكا آهم يبثوا 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 حتى ظهروا مباشرة في فندق فلسطين الجيش الأمريكي في ساحة في الساحة الخضراء كما سموها بها إذن إخواني الكرام من قلوبنا راهي على الجزائر أنا والله العظيم ما اتعبونا وونا يوميا نحن نشرحلكم قلوبنا على الجزائر أنا لا أخاطب من الناس هذه المؤدلجة والمبرمجة عبارة عن أجهزة ولا عبارة عن أشخاص أنا ما ينتكلم على هذا هذو معجورين يطلقوا في أجرهم بسند ويتش يجي يجي سيب والله مرة تواصل معايا واحد يعمل في مكان لا داعي لذكر اسمه كلفة وهذا الشخص لدي معاها سلط رحم كلفة يجي داع لي حملي يسيب لي وردية حتى راح المسكول قال له يا ولدي هذا رو قريبي ما نقدم نسيب لي وردي شوف واحد غير ما هي هكذا ما هي هكذا الدول تبنى هكذا هذه دولة دولة ديمقراطية تعددية حزبية تعددية فيها أراء فيها المعارضة إذا كان صح نختلف أنا ننتقد نقول هذا الشيء مش مليح أنت قول هذا مليح وإثبت باللي راهو مليح دير خير نقول لك أنا هذا الطريق راح يدي للهاوية كون أنت في حل وصله إلى حاجة مليح وتبين باللي راني نهر ماش تتفرغ لي تسبني أنا والبلاد رايحة للهاوية راك مثل واحد يسوب في طوموبيل وقعد تعارك معايا وأنا راكب معاك والطوموبيل رايحة بنا وبعد تتقلب بنا في زوج رايز نتهلكه في زوج والله العظيم والله أنصحكم أيها الجزائرين والله نصحتكم من قبل ولو ترجعوا كثير فيديوهات قديمة في 2006 و2007 في فضائيات كنت أقول لكم في ذلك كالوقت رهبوا تفريقة مدي البلاد الهاوية وكنتوا تسبو فيها ماش كل يعني البعض يسبو فيها نفس الأشخاص الآن لم نقول لهم بهذه الطريقة راكم مديينها الهاوية انتم اللي يحب الرئيس الشي اللي داروه معاه راهم يدارش مع رئيس دول واللي يحب الجيش الشي اللي يدير فيه راهي وسيء للجيش الجيش حقق مكسب كبير في المرحلة الماضية مع القيد صالح ما تضيعوهش والله ما تضيعوش بهذه الممارسات والله الجيش تعرف كنتم نتسافر مننا ونلتقي مع ناس سنعرف إعلاميين ومثقفين في كثير من الدول والله اللي نتكلم معاه يقول لي والله أنبهرنا من الجيش الجزائي شيء عظيم يقول لي عندكم جيش لا يتكرر من الصعب في العالم الثالث تجد جيش مثل هذا ما يقتل الشعب والله العظيم حتى جلدي يقشعر مني من الفخر والاعتزاز وهذه مؤسسة عسكرية البست البذلة انت آها يوم تخلونا الآن رحنا هالمكسب هذا العظيم اللي حققته داخليا وخارجيا تجد ضحو به تخلوه ذراري تم توظيفهم في رئاسة الجمهورية وفي رئاسة الحكومة يعبثوا بهذا المسار إذا كان شنقريحة يدير كيمال جايد صالح يجي هالطواريس هذوم يهزز جدهم يطيشهم في الحبس على الشيء اللي يدير فيهم والله له التحية العسكري كان كلام كثير رح نقوله يجب أن يقوم بها الرئيس لن أقوله الآن ننتظر إن شاء الله يرجع ويبدأ يمارس مهامه عندي ما رح نقوله وإذا ما دارش الشيء اللي رح نقوله له عليه عليه أن يؤمن بأننا لن نعد معاه في هذا الطريق خلاص انتهى المسار اللي أيدته ومن قبل بالنسبة لي نره انتهى رح نبدو في حاجة جديدة لأنه ما ما نشوفه فيها أنا رأى أنت يا مواطن جزائري أي شيء تأيده عند قناعة معين لما تشوف هذا الشيء هذا اللي أيدته ما مشاش في الطريق اللي تحبها انتهى رك تحمس وثاني أيضا الجزائريين والإعلام أيضا وسائل رسالتي لوسائل الإعلام أرتقوا شوية افتحوا المجال للأراء والأراء المختلفة الناس عاد تهرب من مشاهدة التلفزيونات الجزائرية تلجأ إلى اليوتيوب لكي تسمع الناس لأنها تعرض بأن الناس تتحدث لهم بصراحة تتحدث لها بصراحة وصدق وأنتم تكذبوا عليه جيبوا الأراء ناقشوا طرحت سؤال طرحوها لي يا جزائري ما طرحتوش أنا هل نشهد هل هناك فراغ هل تشهد جزائر فراغ دستوري أشبعوني سبب في الفيسبوك كيفاش تطرح في هذا السؤال لأنه لو كان سمعوا حتى للفيديو فقط يعرفوا بأنني أخو الكلاما الجزائر الرئيس سيعود والرئيس لا للمادة ميوثم لا تطبق وأنا قيل هذا الكلام في الفيديو لأنهم لا يشاهدون لأنها جيوش مبرمجة عندهم أمر هذه الفطرة تفرغوا الأنور مالك سبب ورعور والغريبة أحيانا بلوكي واحد ترقى ينشر أنور مالك بعدما أحرجته بلوكان أمش أحرجتني أنا ما عنديش وقت ضيعه مع تفهات التفهين هذا هي فقط كين بلوكي واحد راني ما عنديش وقت ضيعه مع تفهاته واحد يرسلني يبعث لي رسالة إذا بلوكيتو يعرف بأنه هذا كرد لأنني لن أشرفه بكلمة نخسر عليه بلوك باش ما يظلش يبعث لي ويظل التليفون يديري الإشارة المهم إخواني بالمختصر المفيد الوضع مؤلم الوضع موجة الأنور الآن ما عندي ما رايح نزيد قلت الكثير الآن ساعة ونص أراهي بدأوا الناس ملوا مني وإن شاء الله راني يكون ضيف خفيف عليكم وما نشتقيل لهذه الدرجة أنا والله راني نتكلم بصدق راني لن يطالب جاه لن يطالب منصر لن يطالب حتى العودة للجزائي هني أقول هذا كثير يقولوا أحب ترجع الجزائي يا ولدي راني أنا ولدي هارلي حبيت نشوفهم بعد 12 سنة شفتهم في مكة المكررة واحد يجي يقول لك راك مقيم في السعود يا أخي أنا أقيم في فرنسا لست مقيم في السعودية وما نلت شرف الإقامة في السعود وهي بلد أنا حلم حياتي أقيم في المدينة المنظرة وكانت تطاح لهذه الفرصة والله لن أتأخر لها وإذا رحت لها ثم ورح أهجر هذه السياسة هذا وش حبيت نقول لكم إخواني شكرا لكم جميعا شكرا للي شاركونا بتعليقاتهم الطيبة اللي شاركونا بتعليقات أخرى عفو الله عننا وعنكم جميعا ربي يحفظ بلادنا وقلوبنا راهي على بلادنا وبلادنا راهي والله العظيم أنا دائما نقول مؤامرة ليست مطلقة من يقول مؤامرة مطلقة ره غبي والأغبة منه اللي يقول ما كانش مؤامرة الدول تتآمر على بعضها من أجل مصالحها تكيد لبعضها وأخطر مؤامرة عندما تستعمل فيها الأدوات الداخلية ومن داخل البلاد وما أسوأ هذه الأدوات عندما تكون صاحبة القرار هذا ما عندي أقول لكم نتمنى يعود الرئيس سالما معافا وعند ذلك نبدأ مرحلة جديدة نبدأ مرحلة جديدة لأننا لم نعد نقوى على الصمت وعلى على تبرير ما لا يبرر رغم أنني لم أبرر يوما أي شيء عندما أكون أمور انتفدها ما نتحدثش عليها لأنها راح تطبع عليها أمور غير جيدة فالمراحل الحساسة الآن مرحلة تقتضي من الكلام شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في مباشر آخر إن شاء الله نلقاكم في ساعة سعيدة وساعة طيبة ورب يحفظكم ويبعد عليكم هذا الداء وهذا الوباء يعافيكم جميعا ويعافي من تحبوه يحميكم أولادكم وأسركم المرحلة هذه مرحلة صعبة رب يجيب الخير السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله